ميد راديو 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 ما جبل ديله هنين كتلقها متعدد المسالك وهي كلمة زيت تنوعتي فيها وهو كذلك لأنني كل مرة كنطلع من المسلك فيها بعض المسالك اللي كتتميز بواحد صعوبة وبواحد النوع من الخطورة يعني كتكون شوية يعني قاسحة اكتر من جبل ديلتوب قال يعني هذا هو اول نقطة ديل انطلاقة من هاد الريحلة الاخيرة اللي يدرت اذا انطلقتي من هاد الجبل اللي هو مبعيدش على ابني ملال بزاف موطيل على جبل ابني ملال فعلا هو مبعيدش وصراحة هاد الفكرة اولى هاد المعلومة اللي جاب سي سعيد ان الناس اللي تديروا مثلا توب قال كما قال سي سعيد تيمشي وربما كين ممر واحد ولا مسلك واحد اللي هو تندير فيه ايمليل تندير تشدير اولا تندير مثلا شمهاروش الرفيج وتنصل الصومي اذا هدا فيه مجموعة من الممرات اذا سي سعيد غير هادي حب الفوضول دبا في نظرك انتا كمستكشيف كرحالة اذا دبا بحل دبا هاد الجبال هاد غنيين هادا وكين فيه بزاف ديال المساليك اللي تنقدروا نطلعوه في نظرك انتا علاش هاد المساليك ما تستغلش ناخدوه مثلا ماشي غادين نقولو احنا غادين ناخدوه حد جريبة من الصين ولا هذا تكون مثلا شي حاجة ديان نحن نمو دجية كيفاش كيبالك باش نديروه هاد الممرات ولكن يكونوا مصوبين متراسين فيه هم نوقات البيع فيه هم ليزارتيكل ديال السبور ديال تريكينج اش كيبالك سيساعد هو سيمسطافا بكل صراحة هاد قدمك تسعد هاد القيمة يعني كت تمتاز بواحد الساساء هاد ديال الغابات نعم تعل المجال الغابوي كبير نعم حتى الساكينة شي شوية قليلة نعم غير هاد الممرات اللي قتلك انا مني كتكون جايد طالع من تيموليلت على تيزين يعني كين واحد المسلك من تمغ وكين من اعمو من وكين احتمن الجامعة ديال اسكسي يعني هاد يعني هاد الممرات هادو لو انه مستغلت من طرف المسؤولين او من الجهات المسؤولة يعني غادي يكون توا محج للمتسلقين في المغرب وغادي يعود بالنفع على الساكينة المحلية طبيعة الحال اذا هذا واحد الجانب اللي يتكلم عليه سيساعد يتكلم على الناس اللي تهي العشاق ديال السياحة الجبلية تريكينغ كيفاش كان الاحساس ديالك سيساعد ونتوصلتي لربما في الفين متر في هذه القمة هو القمة دياله يعني وصلة الفين وربعمية وحداش متر على سطح البحر نعم الاحساس ديالي اولا كان معي مرافق سيموعاد بن ياسين نعم اللي رافقني في هذه الرحلة مشكور وكان معي سيد قشي صالح نعم ابن المنطقة وخابير بالشؤون ديال هاد المنطقة نعم نعم نحن قد ما غادي نطالعين عندنا واحد الاحساس الجميل نعم علاش لانه مجال غابوي متنوع النباتات متنوع الاشجار نعم وفي بعض الحيوانات المحلية نعم كتلقى في مجموعة من الطيور الناديرة نعم واكتر من ذلك هو الاحساس ديالي عندما وصلت الواحد المغارة اللي كيقول لا اغي اغي ملاعلي هاد المغارة بالنسبة للمستغويرين هاد يرى مغارة واعدة لانه اهبط لانه سي صالح فيها واحد المسلك اللي مشينا منه واخدينا منه الماء باش نشربه كيفين كينا بالضبط هذي هذي قريبا لصومي ديال تماموت ماشي ماشي ديال الاخرى اللي كينا في عيتي محمد لا مشي هذي كماشي هذي كاية المخفيل اللي تاي قريبا لها هذي هذي اول مرة كنوقف عليها واللي هي كتشباه الافرين الشيخ افرين الشيخ يعني كتشباه شباه كبير 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 جدا يعني تاوا تكتلقى بحل شي مطمورة كبيرة وعابس مني كتبط لها عابس كتلقى المدخل ديالها نعم ويعني هنا كيما قلت لك السيمسطافا محدك التغادي والإحساس ديالك يزداد تشوقا لأنك ما كتزيد كتنوع في المناظر اللي كتلقى أمامك وخا سيساعد تبارك الله عليك لأن أنت بديتي بالصومي لم زيان شوف دبا دي غير باش ندرت شو شوية دبا انت بديتي بالصومي طلعتي من الفوق وكي يبلك ديما تنقلو تيبال المغرب زوين من الفوق بلا ما تخدم ديك سيساعد بلا ما يخدم درون بلا أنت هو الدرون يا تكشي لكي دبا مني طلعتي شوف تبرك الله ديك الجمالية وتعناك أنا كانت عندي بعض تجاريب آآ بعد لي صومي محل ما تعلان توب قال هذا كرام معروف توب قال درناش حال من مرة مرات ومرات وكنا درت أنا درت لومقون لومقون هو شوية صعيب لومقون هو أحيط ربعة ألاف وثمانية وستين ولكن هنا بحل دبا الناس اللي ما عندهمش لياقة بدانية مزيانة حتى التنفس كي يكون صعيب من لك الشي أنت رأى بتجريبة كتوصل غير الالف وتمانمية كي يبدأ صدر ديالك تيضيق ولكن هنا كان صدر بحل دبا الناس اللي تيدروا تيدخنوها دارا ما رأى صعيب باش يكمل والأخص إلا كانت غير الفين وربعمائة رمشي سهل السيسائي ما بالو كبتل تالاف وربعمائة وربعالاف وثمانية وستين وهدي غير بالمناسبة باش حتى المستمعين ديالنا ونغنيوا النقاش أن هاد المناطق أو لهاد اللي صومي اللي يتكلم عليه بسيسائي الشروق صراحة المغرب عنده مجموعة من القمام ولكن هنا واحد العالمة تستفهم لأنه حساد شي يتستغل يدخل في سياحة الجبلية سياحة القروية لأن المغرب هي راهن على السياحة الجبلية وهذا من المخططات بطبيعة الحال ديال وزارة السياحة وديال تخطيط سياحي وديالقاع الخبير للناس الخبراء ديال السياحة الجبلية ومنسوا السلسلة ديال جيبان الوركزيز الوركزيز اللي هي كتعتبر واحد سد مانية ضد تسحور هادي كنقروا ما وراء الأطلس صغير ما وراء الأطلس صغير ها في يعني في مجموعة من الرحلات السابقة كنت بدرت واحد الاختراق لمجموعة من الممرات لهذه السياحة يعطينا مثلاً يعطينا دابا نعطك مثلاً مثلاً منكاد دوز مثلاً ناخد الأطلس الكبير حال هاد المرة هذي مشيت من تماما الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هنا واحد الفائدة اللي بيت نشرها نوقفه في تيليجيت تيليجيت هي كلمة أمازيغية كتعني القنطارة كانت قبائل أيت عطا سابقا هي اللي بناتها على ودء أحنصال باش تسهل المرور من هالدفال للدفال الأخرى ومع كثرة التردد ديال تيليجيت اللي هي القنطارة أصبح المكان كيحمل اسم تيليجيت دا بركينا جامعة تيليجيت هنا سيمسطافا ما فيها باس باش نقول بأن في المغرب جوشت المدون لكي تسمي لإسم ديالهم تخذوه من القنطار واحدة بالأمازيغية هدي هي ديال تيليجيت اللي هدرت عليها دابا وعدنا القونيطيرة مدينة القونيطيرة عاصمة الغرب حتى هي السبب ديال اسم ديالها واحد من الأولياء الصالحين نعم نطلب من واحد القائد القائد يلي ذيك الوقت نطلب منه أنه هو يدير واحد القنطارة صغيرة اللي تسهل مرور الناس باش يقطعوا وتسبوه وتبنات هذه القنطارة اللي هي صغيرة وإحنا كان عارفوا المغربة دي ترجمة نانسي قنقر